اشتركوا في القناة حفل استقبال ومأدوبة غداء في العاصمة البرتغالية لشبونة بهذه المناسبة قد حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية البرتغالية وكما شارك في الحفل أصحاب المعالي والسعادة سفراء ودبلوماسو الدول العربية والخليجية الشقيقة للمعتمدين بالإضافة إلى سعادة الدكتور لويس منزيس رئيس غرفة التجارة والصناع العربية البرتغالية وسعادة الدكتور لوي جوميز نائب رئيس غرفة التجارة والصناع العربية البرتغالية بهذه المناسبة ألقى معالي السفير كلمة خلال الحفل العرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وبحرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون القائم مع الجمهورية البرتغالية معربا معاليه عن تطلع المملكة للمزيد من التعاون الثنائي البناء في كافة المجالات وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية من خلال المضي قدما في توقيع وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداعمة لتحقيق تطلعات وطموحات البلدين الصديقين كما أثنى معالي السفير على المواقف البارزة التي تتخذها الجمهورية البرتغالية في مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تنتهج الاتزان والعدالة والمساواة تعزيزا للأمن والاستقرار العالمي من جانبها شار سعادة الدكتور فاسكو أبيالا المدير العام للشرق الأوسط والمغرب العربي بوزارة الخارجية البرتغالية في كلمته إلى عمق العلاقات القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية البرتغالية وتطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقة التاريخية ودعمها بكافة الطرق المتاحة مثنيا على كلمة معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة ومؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة والتجارة والاستثمار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة